بنفس الطريقة تعال نبدأ نضيف بقية الامبوت اللي احنا محتاجينها جوه الفورم بتاعتنا هارجع تاني على الفيزيول ستوديو وهروح على الفورم هاخد الجزء ده من هنا كده copy هضيفه هنا وبعدين هقول له محتاج الامبوت ده يكون مخصوص لسلكت الديفايسز وهنا نفس الكلام وهنا برضو بعدين هقول له المودل دوت الديفايسز دي الايتمز اللي هو هيعرضها وبالتالي انا محتاج اني برضو اعمل انشاليزيشن للديفايسز دي بالديفايسز اللي موجودة جوه الداتابيز فهارجع تاني على الكنترولر وهاجي هنا هقول له ان الديفايسز هتساوي وهاخد نفس الكود ده copy من هنا كده ولكن بدل كاتيجرز هقول له ديفايسز وهنا برضو بدل حرف الـ C ده هستخدم حرف الـ D في كل الاماكن دي كده جميل واخر نقطة هارجع على الـ View Model هياخد الجزء ده copy وبدل هنا Selected Devices هكتب Supported Devices او اي كلمة تانية برضو انتا شايفها ممكن تكون مناسبة اكتر Supported Devices تعال نعمل Save All ونرجع تاني على البراوزر جميل جدا هتلاحظ ان هي ظهرت بالشكل ده قادرين نسلكت اكتر من ايتم طبعا هنغير الشكل ده ما تقلقش ولكن خلينا مركزين على الـ Functionality في الاول قبل ما نركز في اي نقطة فرعية تعال نكمل بقية الاجزاء اللي فضلة فهرجع على الـ Visual Studio هروح على الـ Form تاني دلوقتي عندي الاجزاء السهلة ممكن ناخد الـ Input ده copy هضيفه هنا كده هقوله ده هيكون علشان الـ Description وهنا برضو Description لكن ده مش هيكون Input عادي هيكون Text Area طبعا الـ Text Area ليها فتحة وقفلة بعدين هقوله ASP-4 الـ Description ونفس الكلام هتديله نفس الـ Class اللي هو ده Form-Control ممكن ناخد دي كلها كده copy نضيفها هنا في المكان ده ونفس الكلام هقوله Placeholder هيEqual Description طبعا هنا برضو في الـ Select List هقدر راجع يقوله مثلا Select Category وفي التانية ممكن برضو نقوله هنا Select Devices الشكل ده تعال نعمل Save ونرجع على الـ Browser جميل جدا كده هتلاحظ اني الـ Description Field الضاف فاضل Field أخير اللي هو هيكون خاص بالـ Image أو بالـ Cover يعني الخاص بالـ Game فاحنا محتاجين يضيف له برضو Input فهارجع على الـ Visual Studio هياخد الـ Input الأولاني Copy هضيفه هنا بعدين هقوله For Cover وهنا Cover هنا برضو Cover ولكن بدل ما كان الـ Type بتاعه Text هقوله الـ Type بتاعه هيكون File طبعا ده مش محتاج Place Holder لكن في نقطة تانية مهمة جدا لو رجعنا تانية على الـ Theme هنا هتلاحظ ان كان في عندنا Hint مكتوب تحت الإيميل فاحنا محتاجين برضو نضيف Hint تحت الـ Input اللي هيكون خاص بالـ Cover نعرف الـ End User ايه هي الـ Extensions المسموح بيها وايه هو أقصى حجب ممكن لـ Cover ده هنتكلم طبعا عن النقطة تندولد بشكل تفصيلي وهنشوف ازاي ممكن نعمل لهم Validation فانا هضغط هنا وهتحرك فوق ده الجزء اللي احنا محتاجينه اللي هو الـ Small ده Copy وهاجي هضيفه هنا في المكان ده همسح بس الـ ID مش محتاجه وهاجي هنا هكتب المسج اللي انا محتاجها هقول له Only .jpeg و .jpeg و .bing files are allowed with max size واحد ميجا بايت هنا ده محتاجها تكون G بس في الأول تعالى دلوقتي نعمل Save ونرجع على browser نشوف الشكل في الوقت الحالي هيكون عامل ازاي جميل جدا ده بالضبط الشكل اللي احنا كنا محتاجين نوصله تعالى في الفيديو اللي جاي نشوف ازاي ممكن نتعامل مع الـ Data دي بعد ما نعملها Post على السيرفر ترجمة نانسي قنقر